بديبلوماسية مساء الخير افتتح الرئيس الاندونيسي قمة العشرين بكلمات حث قادة العالم فيها على انهاء الحرب في اشارة واضحة الى الحرب الروسية الاوكرانية قائلا يجب علينا انهاء الحرب فاذا لم تنتهي سيكون من الصعب على العالم المضي قدما هذه المصاعب خيمت بظلالها على المنطقة ككل وابرز المتأثرين كان التفاهم النووي مع ايران وفي حديث ملفت للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون حول الملف قال لا اعتقد انه ستكون هناك اية مقترحات جديدة يمكن تقديمها الان لانقاذ الاتفاق النووي ما زلت اتوخى الحذر فموقف الحكومة الايرانية من الاحتجاجات المناهدة لها ادى الى التغير بالموقف بالنسبة للاتفاق كثيرا واضعفه كما اضعف احتمالية التوصل اليه كلام الاخفاق هذا ينعكس مباشرة على لبنان المتأثر بالتسويات عادة وهو الذي انشغل في الايام الماضية بتفصيل التصريحات للمسؤولين الامريكيين حيال المرحلة المقبلة وبعد اول زيارة لها بالمنطقة في ايلول الماضي استلحقت مساعدة وزير الخارجية الامريكية لشؤون الشرق الادنى باربرا ليف الزيارة ببيان حول لبنان اقلق الساحة اعتبرت فيه ان الوضع سيزداد سوءا مع فراغ غير مسبوك في السلطة فالى اين يتوجه المشهد وما حقيقة الموقف الامريكي من لبنان وهل تغير نتائج الانتخابات النصفية سبل التعاطي مع ملفات المنطقة بديبلوماسية هذه الليلة نفتح في المحور الاول من هذه الحلقة هذا الملف ونستقبل السفير السابق في واشنطن انتوان شديد وهو الذي عمل في ظل الادارة الديمقراطية لادارة اوباما سفيرا للبنان اهلا وسهلا سعادة السفير اهلا فيك روزانا شكرا لاستضافتك نتشرف سعادتك ونحن يعني بكامل هيك الحماس لنسمع اخر المعطيات بما يتعلق بالسياسة الامريكية في المنطقة عموما وفي لبنان تحديدا لانه الحك كتير والتصريحات الامريكية الاخيرة كانت ملفتة كانت مقلقة خلينا نقول اكتر كانت مقلقة بالنسبة لكثر وكان فيه تفسير كثير لمساعدة وزير الخارجية لشؤون شرق الادنى انه فيه تحضير لعمل ما هيك كان تقصد المسؤولة الامريكية انا بعتقد انه الادارة الامريكية من بعد نجاحها بالترسيم بتصر على انه تشوف الاستقرار بلبنان عنوان سياستة الاستقرار بلبنان اذا مش كرميل لبنان كرميل سياستة كرميل الوضع بالمنطقة لحتى ما تخلق اوضاع متوترة بين الدول وخاصة على حدودنا جنوبية بقى اللي قالتو انه بدن هن الامريكيين يشوفوا هالاستقرار ولكن يعني بدن انه اللبنانيين يعملوه خاصة بانتخاب رئي جمهورية وبحكومة وانه يصدقوا هالقوانين الاصلاحية المطلوبة من صندوق النقد الدولي بيعتبروا الامريكيين انه لا محالة في عنا ضرورة انه نستعين بصندوق النقد الدولي مشان هيك مساعدة وزير الخارجي لشؤون شرق الأدنى بربرا ليف عملت هالبيان هيدا بوضوح وكان عب يسأله ديفيد هيل اللي هو خبير بالقضايا اللبنانية وعب يكتب كتاب عن الوضع بلبنان واجابت باللي اجابت فيه واللي بالفعل اقلق الساحة اللبنانية هون عندما قالت انه فيه التفكك للدول اللبنانية اذا بتضل هيك واذا فيه نتائج وخيمة المسؤولين اللبنانيين اللي عندهم املك في اوروبا واغلبهم عندهم حسب ما قالت هي بربرا ليف بيدبوا غراضهم وبيروحوا بعيشوا باوروبا وهيدا كان مقلق جدا انا بعتقد انه هالشي هيدا كان لحس اللبنانيين على انه تداركوا الاوضاع تخبروا رأي جمهورية وخلي الامور تمشي كما يجب كما يجب لحتى ودايما عبيرددوا الامركين وغير الامركين يعني انتلاقا من الوضع الاقتصادي ساعة السفير هذا الامر وهذا الكلام ومش انه هناك شيء اخر يعني يتحضر او طبعا مثل ما تم تفسير هذا الكلام انه تعرف الولايات المتحدة الامريكية انه ممكن تصير تحركات معينة في البلد من جديد عم نحكي عن الشارع عم نحكي عن التظاهرات عن الاحتجاجات وهي تخشى من انفجار الشارع من جديد معلومات يعني انه يحركوا الشارع اللبناني او يحركوا المظاهرات او شيء لا يعني هي كانت بالنتيجة قراءة من عندها لباربرا ليف ربطا بالوضع الاقتصادي ووضع المالي وتأخر الحل السياسي ربطتهم كلهم ببعضهم وقالت انه في خطر انزلات نحو الارتطام او نحو التفكك الدولي يعني وهون كان الخطر الكبير بالتصريح اللي عملته نعم طبعا باربرا ليف هي يعني من الدبلوماسيات يعني دبلوماسية مخضرمة كانت سفيرة الولايات المتحدة في الامارات العربية المتحدة وايضا عملت نائبة مساعد وزير خارجية ايضا في الشؤون العراقية يعني هي لا بتعرف المنطقة كيف نيع بتعرف المنطقة كثيرة بتعرف لبنان كمان نعم انه شاغري على لبنان منيح وعنده معلومات عن لبنان منيح انك بتعرف اللبنان بتعرف الوضع عنه ورغم انه خطورة الموقف وتشابك الموقف كانت عاب تقول انا انا بعتقد انه من حيثه حس اللبنانيين لاجات حل لحتى يكملوا بالاستقرار لحتى ما تتخربط الامور ويقدروا يكملوا بقضية الترسيم اللي بدأوا واللي نحيت معه خطوات نعم سعادة السفير طبعا المشهد رئاسي بامتياز وموقف الامريكيين عادة نفس الشيء بالموضوع البروتوكول الديبلوماسي نحن نحطفه باتجاه او ندفع باتجاه اتخاب الرئيس للجمهورية او في موعده او الى ما هنالك في معلومات بهذا الاطار انه ممكن يكون في دفع امريكي زخم مبادرة سميها ما شئ بالموضوع الرئاسي اللبنانية ولا لهلأ ما في اي تحر لحده هلأ ما في اي تحر ابدا في اسئلة كتير في اهتمام كتير سفرتهم هون هي اللي عم تتابع الامور ما بعتقد انه هلأ رح يجي مندوب امريكاني بعتقد هاك يعني غير يعني مندوب سياسي امريكاني هلأ كانت بربرة كانت هون هلأ من شوي يعني وكان في اضايا اقتصادية ومساعدات باليو اس اي اي دي ولكن انه مندوب هلأ يجي امريكي لهون مشان ليحسنا على انتخاب رئيجاموليه او لا اجراء كما فعل مرفي من زمان على ايام خير الظاهر انه يجي لحتى يحسنا انا ماني اريه هاي ما عندي معلومات ولكن عم يتابعوا الوضع عن كثب يعني وبدوا انه بدوا انه بيشبه يعني ما عندهم مرشح واضح يعني هني ولا بيقولوا ولا بيسموه واذا بتسألي السفيرة الامريكية هون او بتسألي اي مسؤول امريكي بواشنطن ما بيلفزوا ولا حرف من اي من اسم اي مرشح ابدا لانه ما بدهم انه هلأ ينسمع عليهم انه هني يدعموا هالمرشح او هزا او ذاك المرشح الى ان تحين الساعة روزانا من بيعرف اي متن اذا لقوا من المناسب ولكن انا لحديث هلأ مني شايف انه في اهتمام مباشر الا بقضية انه دائما اغلب الزام ساعدتك انه الامريكيين بيهتموا بقائد الجيش ايا كان طبعا ايا كان اسمو ايا كان بيكون طبعا وبيكون هو المرشح بالنسبة لالون هيدا لا يزال موجود بالنسبة العالية ولا بلش ينزل ولا بعدنا ممكن نحكي عن هذا الموضوع هلأ يعني قائد الجيش كجزء من الحلول عن نحكي الوسطية هلأ قلتي شي كتير مهم هلأ من العراق لهون بمكان ما كتسويات اذا سعى الامريكي للتسويات محافظة على موقع قيادة الجيش ليه قلتي شي كتير مهم هلأ انه هني بيهتموا بكل قائد جيش ولكن نحن هون نشوف مثلا انه قائد الجيش رأى على واشنطن الاجتماعات عسكرية دورية انه لازم يكون هونيك نعتبر انه والله قائد الجيش مهتمين فيه الامريكين وهو مرشح الامريكيين لا القادة الجيش السابقين كلهم كان يروحوا على واشنطن ويكون عندهم الاجتماعات نفس الاجتماعات ونفس الاهتمام وباكن مثلا وكلنا كلنا نفكر انه والله الامريكيين هني عبي ايدوا قائد الجيش لأي منصب انا بعتقد انه الاهتمام بالجيش هو اهتمام اساسي بالسياسة الامريكية بيعتبره جيش هو ركيزي اساسي للحفاظ على الامن وللحفاظ على سيادة لبنان طبعا بدهم انه حصرية السلاح تكون بيد الجيش اللبناني والقوى الامنية اللبنانية ولكن شو ما صار هني سياستهم دعم الجيش اللبناني بالتدريبات بالاسلحة وهلأ اكتر من هك يعني بقضايا عينية يعني نظرا للوضع المأساوي اللي نحن موجودين فيه واللي موجودين فيه كل موظفين الدوري وكل يعني كل العناصر الامنية للأسف وبعض ما بنعرف لوين متواجهين هلأ بتديلي انه هني مع قائد الجيش او ضده هني ما عندهم مرشح وما عندهم مرشح اسمه قائد الجيش لا لا طبعا سمعت التصريحات التي تتحدث انه ما بدنا عم نحكي عن امين عام حزب الله ما بدنا مرشح بيتواصل مع القيادة المنطقة الوسطى بالمنطقة ما بدنا مرشح لا يحمي هذا السلاح هيدا الكلام كيف يقرأ عند الامريكيين يعني هل يقرأ باب مسدود نسف للتسوية رفع للصقف فقط للتفاوض او يعني مرحلة جديدة يعني قد يكون كل هذا بصراحة يعني انه سيد حسن اكيد كاي فريق لبناني بده يرفع السقف ورفعه منيح وقال انه شو يعني يعني عطى صورة للمرشح اللي هني بريدوه للي بريدوه حزب الله اكيد اتطرق للامريكيين وقال انه ما بدنا انه المنطقة الوسطى اذا اتصرت بأي مرشح وكذا هلأ فهم الموضوع على بطريقتين قد طريقة انه نحن معنا مشكل مع جيش ومع قائد الجيش من ناحية تانية عندما لمح الى القيادة الوسطى قيادة الوسطى ما رح تتصل بمدنيين قد تتصل بالعسكريين يعني كما يجب انا بعتقد هيدا من باب المفوضات من باب رفع السقف من باب الوضوح حتى يعني حتى منقول بس انه ما نقول انه بس من باب رفع رفع السقف كمان باب الوضوح وانه هيدا موقفنا واذا بدكم تجوا حتى نحكي بالمرشح التوافقي فليكن ولكن نحن هيدا هي الصفات اللي بدنا اياها من رئيس الجمهورية المقبل نعم تعتقد سعدتك انه تماشيا مع العرقل الموجودة بالتفاهم النووي الايراني اليوم عم يتجه لبنان نحو حلول مبأتها سواوية يعني فيكتار بيفكروا هاي بما انه بيخد بان اعتبار الكلام اللي قاله ماكرون يعني هو يعتبر الاكتر ليوني بمكان ما عم بيقول انا حذر وعم يحطوا بالحسبان الاحتجاجات في الشارع الايراني وغيرنا موقفنا عم بيقوله لا ما في شك انه الاتفاق النووي هلأ بطريق مسدود والامريكيين عم بيقولوا هيدا بوضوح حتى الايرانيين عم بيقولوا هايك رغم انهم عم بيحاولوا انه يفتحوا باب به المفاوضات الايرانيين مثل ما عم نسمع يعني مثل ما عم من الهني بيصرحوا بيصرحوا به الموضوع هيدا ولكن هل يترى بنعكس عنا انه لا مازالا مسكرة هونيك نحنا كمان نكون عنا حل واضح بناسب ايران وبناسب حزب الله ما بعتقد انه مبين بوضوح ما حدا قادر يجيب هالحل او ما حدا قادر يجيب اي حل كون المجلس النوويب اللبناني مؤلف بالطريقة التألف فيها يعني ما بيقولوا تعطي حيز للحساب الداخلي طبعا اكتر هالبره هايدي الحساب الداخلي بالحسب له كتير حساب لانه بالفعل ما في اي فريق عنده الاغلبية بيبشيس النواب بما فيهم حزب الله حزب الله ما عنده الاغلبية ولو عنده الاغلبية ممكن كان حل على طريقته يعني ولكن لا هو ولا غيره عنده الاغلبية مشان هيك انا بقلك انه حتى ولو انسداد الافق النووي تفاهم النووي لن ينعكس عنا بطريقة انه بتناسب ايران وتصلب ايران او ربما رفع السقوف يعني ما ضروري نوصل لحل انما نرفع السقوف وبطول الفراغ سقوف كل اللعب ترتفع يعني عند الكل عند الكل يعني بانتظار مفاوضات بانتظار ما سيكون ولكن حديث هلأ ما في حل سؤال كمان بيشغل بال المرشحين للرئاسة هل يفضل الامريكيين مرشح مدني يتماشى مع ثورة 17-20 والله بفضله عسكري طبعا نرجع نعيد الجواب ولكن الامريكي بينظر للبنان انه نقل لحالة معينة اليوم الامريكي ما بيصرح ابدا وما بيقول انا اي نوع من المرشح او اي اسم مرشح بوضوح ما بيقوله انا كنت بعدة اجتماعات وسؤلوا هالسؤال هيدا ما جاوبوا ما بيجاوبوا ابدا ولا باي شكل من الاشكال انه بيفضل والله هالمرشح على هالمرشح تاني او سورة مرشح او عسكري او مدني ما بيرشحوا هلأ اذا بدأ نقرأ اكتر بالسياسة الامريكية طبعا يعني ما بيحبزوا مرشح قريب كتير من حزب الله وانما او او انه اذا توصلوا الاتفاق بيوصلوا لحل من يعني رئيس مقبول يعني الفكرة من خارج الاحزاب السياسية او من خارج الاحزاب السياسية او انه هيدا الطيب المفضل عند الامريكيين يعني انه يكون رئيس يكون من خارج الاحزاب السياسية وسيادي انه بدي يكون سيادي يعني هني بالنسبة لسياستهم يعني بيعتبروا انه حزب الله بيعتبروا ارهابي وكل يوم بيصرحوا بهالوضع بوضوح ما بيخبوها ولا بأي شكل من الأشكال أكيد بفضلوا مرشح يكون بعيد وإنما إذا بدون يكونوا واقعيين كما هم هنوا واقعيين بدوني بالنتيجة إذا كان عندهم كلمة وعندهم كلمة رح يقبلوا بمرشح مقبول مقبول ما يكون مثلا كثير من ميلة الممانعة سعدة السفير أيضا في شي عم ياخد تجاذب هل هناك خلاف سعودة أمريكية على الملف اللبناني وكيف بتفسر عدم حضور الأمريكيين أو السفيرة الأمريكية لا منتدى الطائف وطبعا السفيرة الفرنسية ما حضرت أيضا بس خلينا هلأ بالأمريكيين وهل الخلاف بين الإدارة الديمقراطية الأمريكية وولي العهد أو هالتباين يلي كان مختلف بحالة الجمهورين رح يأثر على كل الملفات ومن بينهم لبنان يعني أنت شايف خلاف أمريكي سعودي على أرضنا هلأ في خلاف أمريكي سعودي بالمطلع مضبوط بالأوبك بلاس وبتخفيض الإنتاج البترول ولكن هل بنعكس علينا؟ أنا مني شايف في خلاف سعودي أمريكي لأنه بالنتيجة سياستهم متقاربة في لبنان يعني حتى ولو كانوا مختلفين بمناطق تانية أو بمواضيع تانية ولكن في لبنان سياستهم متقاربة هلأ يمكن مش متفقين مية بالمية على ذلك الشخص أو على هذا الشخص واتنيناتهم ما بيصرحوا عن أفضليتهم ولكن أنا ما بعتقد أنه في خلاف والمطلع في تفسير لعدم حضور منتد الطائف؟ ما بعدي للحقيقة بدي عم تقويل من إبلي أنا بس بعرف أنه مثلا إذا عب سأليني عن السفيرة الفرنسية والسفيرة الأمريكية ما تلقوا دعوة أخطر ببعا بلا كيف تلقى؟ مش كل السفر تلقوا دعوة روزانا إيه بس هنه حسب بشفت أنا شكلوا فريق لبساعدة لبنان شكلوا فريق يعني ثلاثة مهم بهذا الإطار هلأ شو لاش السعوديين تصرفوا هيك؟ الحقيقة يعني بيكون من باب التأويل ولكن إذا بنرجع للوضع في لبنان إذا كانت بين السياسي الأمريكي والسياسي السعودي ما بعتقد طليق بك الدبلوماسية سعاد السفيرة كيف يعني أنا؟ نعم لا ما أنا بديبلوماسية عندك طليق بك الدبلوماسية لا أحبز عليها لا بس أنا بوضوح عبقلك أنا وحلو نشوفك على رأس الدبلوماسية كمان تسلمي الله يخليكي ممنوني كتير تسلمي بس يعني بديبلوماسية بقلك أو بصراحة أو بواقعية بقلك بما يتعلق بلبنان مني شايف أنا أنه في خلاف سعودي أمريكي بما يتعلق بسياستهم تنيناتهم بما يتعلق بلبنان كله مش بس بالرئاسة الجمهورية تمام في أيضا حديث اليوم مهم يتعلق بالهبل الإيرانية يلي خاصة بالفيول شفنا استهداف لشاحنات على الحدود السورية العراقية وكان في حديث أنه هايدي الشاحنات متوجهة إلى لبنان وكانت رسالة أنه هذا لن يمر الهبل الإيرانية طبعا بعض الهبات بيتم فيه لقلهم استثناءات وبتمر ترجع هذه الأمور بحالتنا لحد هذه الساعة ما درنا نحصل على أي استثناء غير وارد لن ترضى الإدارة الأمريكية لأنه ما تقدمنا بطلب روزانا يعني الحصول على استثناء على الدولة أنت تقدم لأنه ما رح يعطوا استثناء حتى هلأ شي تاني بس خلينا نقوم بما يتوجب علينا واللي صرحوا دولة رئيس الحكومي الرئيس بيقاتي قال أنه رح يتقدم بطلب إلى الإدارة الأمريكية للحصول على إعفاء لحتى نقدر نستقبل الهباء الإيراني بيكون نفذ الخطة دولة الرئيس قبل الإعفاء ما بعرف إذا كان هلأ عنده معلومات قبل ولكن هايدي الطريقة المزبوطة روزانا أنه تتقدم بطلب ولكن هل يترى بيعطوا الطلب ولا لا فيها دراسة يعني هني بدون يسهلوا يعني بتنقبل برأيك؟ ممكن فيه إمكانية ولا فيه خلص؟ أمريكي فيتو أمريكي على الموضوع هلأ هون تجي السياسي بالأساس لأنه كون هباء من الممكن أنه تنقبل لأنه ما فيه مش عبت بيع إيران مش عبت بيعنا نفط إيران عبتا لأنه عملنا هباء لأنه ما فيه لأنه ما فيه ممكن لأنه ما فيه ممكن يعني بالنتيجة أنه من هون فيه مبدئيا أمل أنه ما يحطوا العقوبات ولكن إذا حطوا العقوبات وقالوا لا أو شيء مفروض أنه يعني شئنا أم أبينه وأكيد ما منحب العقوبات وما حدا بيحب العقوبات ولكن العقوبات الأمريكية خطيرة إذا وضعت على لبنان كدولة وهلأ خاصة بوضعنا الحال يعني بدنا نشوف بواقعية شو هي عن المزبوط السياسي الأمريكي من هون أنا بأعتقد أنه الحكومة حكومة تصريف الأعمال ستتقدم بطلب إلى الإدارة الأمريكية إلى وزارة الخزين الأمريكية لحتى تشوف إذا كانت فينا ناخد ألهبة من دون أنه منكون تبعاتها العقبية نعم بتأسف على كلمة عقوبات وعقبية وهي كلنا ما منحبها ولكن إذا بدنا نحكي بصراحة مش بديبلوماسية فيه كمان أيضا موضوع يتعلق بما أنك ذكرت العقوبات العقوبات على الوزير بسيل وفي حديث أنه قطر ممكن هذا مكتوب بالصحف وليس معلومات مؤكدة في حديث أنه قطر ممكن تكون لاعب أساسي بهذا الموضوع وأيضا هذا السؤال بينسحب على الإدارة الأمريكية الحالية اليوم الديمقراطية وأربع من قطر أكثر من ربما من السعودية وما شبه السبب إذا فيه سبب معين فكري ذهني ما بعرف ليش بتلاحظ أنه الإدارة الديمقراطية دائما بتلاقيها أقرب وأحسن يعني أوباما قطر بايدن قطر أفضل إنما جمهوريين ترامب سعودية شو السبب؟ هيدا التنسيق هالكامستري الموجودة بين هالدولتين؟ ما قطرية كامستري في قطرية سياسة واضحة لكل حسب عنده سياستو الديمقراطيين عندهم مشكل مع السعوديين بالوقت الحاضر خاصة بما يتعلق بالأوبيك بلاس حتى أيام أوباما حتى تكنت يعني بأيام أوباما سفير البنان طبعا يعني كانوا العرب والخليجيين عندهم تحفظ على سياسة أوباما بما يتعلق بالمنطقة بهذاك الوقت بينما إجاب ترامب وكان واضح جدا بما يتعلق بقربه من السعوديين وأوه رأى على السعودية والبايدن كمين إجا على السعودية بس ما أخذ النتيجة اللي بده إياها يعني خرج بايدن من السعودية خاسر إذا بدك لأنه مالحق راح خفضوا الإنتاج بدل ما يزيدوه هلأ بما يتعلق بقطر وبدورة بلبنان ما هو سؤالك على الوظبوط؟ نعم ممكن تكون وسيط مع الفعال مع الإدارة الحالية الأمريكية بموضوع العقوبات الوزير بسيل وغير الوزير بسيل ممكن تكون قطر وسيط فعلي وتدخل من هالملف؟ ما بعتقي لا ما بعتقي لأن العقوبات في الأقصول لا ترفع بالولايات المتحدة إذا كانت عقوبات على أشخاص أو عقوبات على دول نحن معنا عقوبات علينا كدولة يعني في عقوبات على أشخاص في الأقصول بالمحاكم الأمريكية ما بعتقد أنا أنه قد هلأ طبعا في سياسي في تدخل في وسطة في البدكية بس ولكن أنا ما بقرأ أنه قطر هي عب تلعب دور بهالوقت الحاضر اللي رفعوا العقوبات كأنه عن أشخاص أو عن دول ماني شايفة هيك ماني شايفة هيك هلأ في حكي بالجرائد بيطلع تأويل أنه قطر مستعدة أنه تتدخل فيه رابط لهيدا التنسيق القطري الأمريكي مع الاستثمارات القطرية موجود اليوم بلبنان لاش تأكدنا من الاستثمارات القطرية كمال بعم يستثمروا بفنادق بما إلى هناك وتأكدت هالمعلومات روزانا أيضا صحفية صحفية بعد معلومات صحفية يعني إن شاء الله أنه تكون فيه نواية قطرية للاستثمار بلبنان هيدا دليل عافي عنا هون قطرية رجال أعمال يعني مهمين وبيعرفوا الوضع يعني إذا كانوا بدون يعملوا استثمارات بيكون الوضع قابل على تحسن هذا شيء نتمنيه كلنا يعني وقطر يعني أكيد أنا بعتقد بدون ما نلمس الموضوع لعبة دور بأضاية ترسيم يعني لأخراجات معينة يعني خاصة عندما نسحبت نوفاتيك وحلت محلة قطر أو في تفسير للاهتمام القطري القطريين طبعا مش أول مرة مثل العمانيين القطريين مثل العمانيين يعني بيحبوا أنه يلعبوا دور مسهل إذا بديك ويلعبوا دور مهم ويبرزوا على الساحة دور الوسيط دور الوسيط والمسهل يعني وأنا بعتقد بالترسيم كان لهم نوع من دور منه أساسي كتير يعني ولكن لعت دور حل أمور يعني حلوا ما يعني لقوا حلول هني حلوا فيها محل آخرين لتسهيل الوضع لتسهيل الوضع عندما طبعا هني يحاولون أيضا بالملف النووي وقبل ما يتعرق حتى كان شيء دور قطر والعمليين كمان والعمليين ما في شك عندهم دور دايما من الدور الوسيط وإنما إذا بدنا نرجع على قضية العقوبات ودور قطر بالعقوبات أنا مني شايف أنه يعني قطر عنده دور بالوقت الحاضي نعم سعد السفير موضوع العشاء لسويسري كيف قرأته يعني أول شيء طريقة الدعوة ثاني شيء إلغاؤه وهل هو وراء رسالة فعلا أنا بعتقد أنه العشاء السويسري كان إذا مجرد جس نبض دولي حطوه بإطار عشاء لدولة محايدة اللي هي سويسرا أنه خلينا نشوف مين طلب هيدا العشاء ما بعرف مين طلب هالعشاء بس بعتقد يمكن عدد دول ما كانوا مستقين من دعوة العشاء خلينا نحطها بهالطريقة هاي دي لحتى نشوف غجس نبض كيف رح يكونوا مع بعضهم كيف رح يحكوا من هون نعم نسأل على الخلاف السعود لربما الانتقال إلى شيء أكبر من نجمع اللبنانيين إذا كان ممكن إذا نتيجة هالعشاء أدت إلى أعطتنا نوع من فكرة أنه من الممكن جمع اللبنانيين على طاولة حوار أنا بعتقد هاي كان العشاء هلأ لا هلأ وقف العشاء أكيد العشاء لتغى وبالطريقة لتغى فيها يعني معنات اللبنانيين غير جهزين هلأ أنه يروحوا على مؤتمرات بالخارج لقيت حل لوضعهم كما جرى في السابق يعني سواء بالدوحة أو بسين كلو أو بمؤتمرات تانية بتصور هلأ يعني ما حدا مهتم أنه يكمل بهالإطار لأنه العشاء ما صار وما قدروا شايفوا يعني عدم يعني بما أنه وقف العشاء هون هذه رسالة وصلت من عنا أنه نحن مش جهزين وما بدنا أنه نلاقي حلول لإلنا برة على طريقة المؤتمرات اللي كانت تشري بالسابق نعم سعد السفير أخيرا في توقعات في تقديرات ديبلوماسية ومعلومات على احتمال أنه يرجع يسوق الوضع وينفجر الشارع في لبنان ولا مرحلة ترسيم الحدود نقلتنا للأستقرار مرحلة ترسيم الحدود ما في شك نقلتنا لأستقرار أساسي وشالة خطر أساسي باندلاع حرب أو بمنوشات حتى يعني منطقة الجنوب صارت مستقرة إلى حد كتير كبير إلى حد كتير كبير وهذا لازم منعكس استقرار عنا بالداخل ومنعكس استقرار أمني بالداخل مثل ما شايفينه ومثل ما عايشينه نحن يعني ولكن هل يكفي هذا؟ في عنا مشكلتين كتير أساسيتين وهي قصة الأضايا السياسية من انتخاب رئيس جمهوري وحكومي والوضع المالي والاقتصادي اللي هو يعني مرتبط بهالقضية هايدي إذا ما وصلنا لهالحل الداخلي من ناحية انتخاب رئيس جمهوري أو الحكومي وحل للوضع الاقتصادي والمالي يعني الأمور بجوز تدهور مش أمنية تدهور معيشيا تدهور اجتماعيا مشان هاك يعني انه الدول اللي كانوا الأوروبية أو المجتمع الدولي مهتم انه الاستقرار يضل في لبنان وبتنسي قديش عنا نحن لاجئين وقديش عنا نسعين وفي نقطة أساسية كتير هي قوارب الموت هايدي اللي كمان يعني عبتشجع كل الدول خاصة الأوروبية منها انه يدخلوا لإيجاد استقرار لحتى ما تكتر قوارب الموت إلى إلى أوروبا ومن ثم إلى الولايات المتحدة أو إلى غيرها من البلدين من هون يقال ما في تسهيل بموضوع النازحين بما أنه تحدث عن هذا الأمر ما في تسهيل لعودتهم لسوريا بس هلأ بالوقت الحاضر والعدد ضئيل اللي فل وقف هلأ ما بعرف كمان إذا بيكمل إن شاء الله يكمل يعني نحن نتمنى أنه يكمل ويرجعوا على بلاد رجعة كريمة وآمنة على سوريا ولكن كمان نحن عنا غير السوريين عنا الفلسطينيين عنا الفقر اللبناني عنا السوريين بشكل خاص قوارب الموت هي كمان أساسية بالنسبة لحتى عم تخلي المجتمع الدولي يهتم فينا أكتر وأكتر لأنهم بخافوا من هالزهرة المبلشة بليبيا وبتونس ومثل ما بتقري يعني هون كمان لكي شو صار باللبنان عدد قوارب طلعت وكانت نتيجتها مسكين موت طبعا بطبيعة الحال فيه أنا عم روح على مطرح تاني هلأ ما بيحب الواحد يخطب معك سعد السفير أصلا موضوع العقوبات على سوريا والقطيعة الموجودة مع الأمريكيين ممكن نطعيك وصول المرشحين عنا في لبنان حلفاء لسوريا أنا عم بيحكي تحديدا عن الرئيس عن سليمان ما إلى دخل ما إلى دخل لا ما إلى دخل أبدا ما بعتقد هلأ ولكن ما بعتقد أنه في إلى دخل يعني ما أنه لأنه في عقوبات على سوريا من عائب ناس أرام لسوريا العلاقة اللبنانية السورية مختلفة يعني هلأ نحن منشوف العلاقة بين بعض الدول الخليجية وسوريا عادت إلى طبيعتها لكن العلاقة بين لبنان وسوريا مختلفة وفيها حسابات مختلفة ممكن يعارض الأمريكيين مرشحين مش بس ضروري يكون سليمان الفرنجية من المؤيدين لسوريا حتى ما ينقال رجع هذا الزمن وفيه كتل بمجلس النبيب عم تحكي بهذا الموضوع أنه ما بدنا نرجع هذا الزمن أمريكيين ما بيصرحوا أبدا ولا بأي شكل من الأشكال لا مع مرشح ولا ضد مرشح ولكن أكيد مثل ما يعني عبردت حالي عبردت نفسي أنه يعني بفضلوا نوع يعني مرشحين أقرب لهم أو على القليل يكونوا ما يكونوا من محور الممانع يعني بفضلوا ولكن هل بيوقفوا بيوقفوا ضد إرادة اللبنانيين إذا قدروا أجمعوا وجيبوا الأصوات اللازمة لانتخاب أي مرشح من هود ما بعده ما بعده طيب هلأ فعلا أخيرا ليش في دائما نظن أنه حاكم مصر في لبنان مدعوم من الأمريكيين حتى آخر نهار بوليته طبعا هي وليته طبيعية هلأ من بعد التمديد ليش هيدا الرابط الدائم وهل صحيح أنه بعدهم الأمريكيين يدعمونه بنفس الزخم موضوع المصرف المركزي طبعا مش أشخاص بالنسبة للأمريكيين موقع المصرف المركز مش أشخاص عم بحكي عن مين ما كان الحاكم وأصلا إذا بدنا نغير الحاكم لازم يكون في موافقة أمريكية له هون طيب يختلف عن رئاسة جمهورية ما في شك أنه موقع أي حاكم البنك المركزي الكنو رياض سليمي أو غيره هو موقع مهم جدا وأنه ما بيقدر يكون الحاكم بعيد عن الأجواء المالية والاقتصادية والكنو الأمريكية أو الدولية البنك الدولي أو صدوق النقد الدولي أو الأوروبيين ما بيقدر أبدا أنه يكون باتجاه معاكس لأنه كل مصلحاتنا الاقتصادية والمالية هون مش هونين يعني معا عند كل الإدارات جمهورية أو ديمقراطية أو مين ما بدي معلقنا عليها للانتخاب المصري هلأ في دعم للحاكم في دعم للحاكم ما في شك ولكن هل بيفضلوا لآخر دقيقة لأنه ما بدي نفوضى بهالمركز كمان يعني هذا مركز كتير كتير مهم وبعدين فيه كمان بلبنان عدة يعني فرقاء ما بتقدري بهالمركز هيدا يكون قريب منه يعني فيه عقوبات لهوية لبنان الاقتصادية بالنتيجة يعني ما بدون انه يجي مثلا حاكم البنك المركزي من الممانعة يعني مثلا يعني شفتي أو شرقي الهوى مثل ما عبتقولي انت لأنه مهم كتير بما يتعلق بالسياسة الميلية الدولية تجاهنا نحن وبالنسبة ل شو عب يصير طبيض الأموال طبيض الأموال الإرهاب كله هيدا يعني كله كتير مهم رح تأثر الأرارات الأمريكية بالانتخابات النصفية عندنا هون للنتيجة واصلا هي كانت متقاربة بطبيعة الحال متقاربة لا بل فينا نقول انه الديمقراطيين ربحوا لأنهم ما خسروا والجمهوريين خسروا لأنهم ما ربحوا تماما حلوة المقاربة هاي دي المقاربة يعني بايدن طلع إذا بدك منتصر وليك كيف رأى على بالي هلأ وكيف انه على بقمة أسيان وكيف عب يفاوض عب يفاوض بقوة وفيت عب يفاوض مع الصيني بقوة يعني اللي عم نشوفه هلأ ببالي كتير ملفت على السعيد السعيد الدولي فأصبح نتيجة الانتخابات النصفية هلأ ما رح تأثر عنها على سياسة أمريكا ولا حتى على التفاهم النووي على التفاهم النووي متراجعوا خطوة لورا صار أقوى بايدن هلأ بالمفاوضات مع إيران يعني يعني صار ممكن يولى التفاهم ممكن 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 ولكن هلأ بالوقت الحاضر مبين أنه لأ الطريق مسدود وما ننسى كمان هلأ نتنياهو بإسرائيل يعني في أمور هلأ رجعت تعقدت هاي دي كل سوى ولكن الانتخابات النصفية الأمريكية لن نتيجتها لن تؤثر على سياسة أمريكا في لبنان نعم شكرا لك سعادة سفير لبنان شكرا لك أنا ممنون شكرا لك على هذه المعلومات القيمة غنيت هذا القسم شكرا لك مشاهدين ابقوا معنا نستقبل القسم الثاني في بديكلوماسية النائب شرب المسعد الكاتب السياسي فيصل عبدالساتر والكاتب السياسي الصحفي الدكتور عبدالله بارودي اشتركوا في القناة